والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هبوط آدم وذرياتي للأرض تكليف مش تشريف وكان الهدف واضح قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة وعلشان تكون الخلافة على الوجه الذي يحبه الله كان لابد من دليل وطريق واضح المعالم فأرصد الله الأنبياء والرسل وأنزل الكتب السماوية وبكده أصبح عندنا طريقين وعلينا الاختيار وعلى الله الجزاء وما لناش أي حجة أول طريق طريق السلامة قال تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جعلنا الله منهم وتاني طريق هو طريق الندامة واللي فيه المكلف اتبع هواه وترك هدى الله فضل وذل صرفانا الله عنه وده بكل تأكيد لأن العبد لن يصل إلى مبتغاه حتى يتعرف على مولاه وفقا لهداه وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَجَحَدُوا وَجُودَ اللَّهِ وَأَنْقَرُوا طَرِيقَ هُدَاهِ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْمَنْظُورَةَ وَالْمَصْطُورَةَ منظورة في الكون دال على وجود الله ووحدانيته ومصطورة في الكتب السماوية أولئك أصحاب النار الملازمون لها في كل وقت وفي كل مكان هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا هم يموتون نسأل الله العافية فرق شاسع بين الصحبة في الدنيا والصحبة في الأخرة الصحبة في الدنيا مؤقتة في مكان ما وفي زمان ما أما الصحبة في الأخرة فدائمة في كل مكان وفي كل زمان اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة ولا تجعلنا من أصحاب النار الكفر في اللغة هو الستر والتغطية والزراع علشان بيغطوا البذرة في الأرض يطلق عليهم الكفار قال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته يقول الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أن الكفر هو محاولة لستر وجود الله الواجب الوجود ومحاولة ستر هذا الوجود هو إعلان بأن الله سبحانه وتعالى موجود فالكفر يثبت الإيمان والنمازج عندنا لا تعد ولا تحصى ناس كتيرة حول التهاجم الإسلام وتهده فدخلت في الإسلام وكذبوا بآياتنا نجد أن أعظم آية مستورة هو القرآن الكريم المعجز في كل وقت إلى قيام الساعة ونخلي بنا من نقطة في غاية الأهمية لا يشترط الجمع بين الكفر والتكذيب بالآيات لدخول النار يعني إذا وجد الكفر وجب الجزاء وإذا وجد التكذيب وجب الجزاء فمن يقول نؤمن ببعض القرآن ونكفر ببعض هو من أصحاب النار ومن يحارب السنة النبوية الصحيحة عن عمد فهو من أصحاب النار ومن يفرق بين الكرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة فهو من أصحاب النار ومن يفرق بين الصلاة والزكاة فهو من أصحاب النار ومن يحارب تطبيق شريعة الله في الأرض فهو من أصحاب النار ومن يقول أن أحكام الكرآن لا تصلح للتطبيق في هذا الزمن هو من أصحاب النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفترك هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وليه الآية الكريمة ما كانتش والذين لم يتبعوا هداي وكانت والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ده يرجع لأن ممن لم يتبع الهدى هتجد الصبيان وفاقد العقل وغير المكلفين وده من دقة القرآن الكريم وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرق من التشاهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم جزاكم الله خيرا